يقول فضيلة الشيخ وفقركم الله إذا كان تمام الحول للزكاة في شهر ذي الحجة من كل عام ويريد أن يخرج الزكاة مجزأة في كل شهر ابتداء من محرم بحيث يكون في شهر ذي الحجة قد أخرج زكاته مسبقا كلها فهل يجوز هذا؟ أيضا السؤال إذا كان تمام الحول للزكاة في شهر ذي الحجة من كل عام ويريد أن يخرج الزكاة مجزأة في كل شهر ابتداء من شهر محرم بحيث يكون في شهر ذي الحجة قد أخرج زكاته مسبقا كلها يعني مجزأة على السنة كلها لا الزكاة على الفور اخرج الزكاة على الفور إذا وجبت ويخرجها في وقتها على الفور ولا يؤخرها إلا لعذر لكان لعذر ما عنده دراهم ينتظر مجيء الدراهم المستحق ما هو بحاضر وينتظره ما في مالك أما إذا كان لغير عذر لك نعم ترجمة نانسي قنقر